من برح مصر أكدت بشكل قاطع أن محور فلادلفيا لا بد أن تخرج منه أو تنسحب منه القوات الإسرائيلية وأن تنسحب أيضا من معبر رفح وما زال الجانب الإسرائيلي يؤمن هذا المكان على اعتبار أنه هو أحد النقاط التماس ما بين حركة حماس تقديرك لهذا الموقف وتقديرك للموقف المصري فيما يتعلق بهذا الموقف المصري حاسم جدا في الموضوع وعشان كده حتى بعض الناس مش وقت بالها أنه مصري رفضت أنه معمر رفح في فضل المفتوح من 7 أكتوبر حتى ما حصل احتلال بغاية لما دخلين يازل حالة مصري رفضت التعامل مع الاحتلال بدأ بعد كده بقى تقواعد بتحكم تقواعد بتحكم تقواعد المساعدات من الجوا تقواعد المساعدات أو الدخول من ممرات أخرى غير ممر رفح ويمكن بعض الدول العربية احنا عارفين أنه العريش كانت مقر لمساعدات ومستشفيات وغيره وبعض الدول العربية يمكن حتى جزائر وغيره عاوزين يدخلوا وإنه منتظرين الموقف ده ومصر حاسمة في الموضوع ده مصر كمان الحقيقة موقفة مصر لديها قدرة احترافية على التعامل مع القضية يعني هي بصراحة الأكثر فهما للقضية الفلسطينية والأكثر فهما للعقلية الإسرائيلية بدليل أن مصر تعرض الابتزاد الإسرائيلي أكثر من مرة لشائعات إسرائيلية عن أنفاء وأسلحة يحاولوا يلاقوا شماعة ولم يستطيعوا أن يفعلوا ده هناك تقارير كثيرة يقولون أن مصر خرقت اتفاقية السلام ومحاطة قوات فيه وأنها بتحشد قواتها وأنها لديها قوات آه ده صحيح مصر منحزب قدرة الفلسطينية طبعا لكن الحقيقة مصر في الوساطة بتلعب دور واضح جدا هي تدعى عن القدر الفلسطينية طبعا بدل تصفيق ولكن نحط تحت روء يعني مليون خط نتنياهو بطياره المتطرف النهاردة بيمسل عسرة شديدة يمكن حل وقف إطلاق النار سياسيا إذا حماس لها لأن الجانب الإسرائيلي الحياة بيلبعها بسياسة بيبتز الولايات المتحدة في فترة التنتخبات لديه اتصالات مع الجوانب الغربية بيصدر صورة غريبة نتنياهو بيصدر صورة إن إسرائيل بتتعرض للضرب واللي تعرضت للاعتداء وإن العالم إحنا في محيط عدائي يعني إسرائيل دائما بتضرب وتقتل الفلسطينيين وهي تصرخ وتشكو من الظلم اللي هي المظلومية الدائمة بينما الحقيقة وفي أطراف عندنا بتهدد وهي تتعلقى الدربات يعني ده جزء مهم قوي عشان كده دائما أنا بنقول مصر بتتعرض لابتزاز إسرائيلي وضغوط واتهامات لأنهم عارفين أن مصر بتدير الأمر باحترافية أكتر من حرب بتاخدها مصر حرب دبلوماسية حرب سياسية إحنا عندنا تأثيرات اقتصادية شديدة جدا ما حدث في البحر الأحمر وفي غيره بشكل كبير وده جاية غزة بعد روسيا وأوكرانيا وغيره وده إيه ومع ذلك مصر كانت أكتر دولة بتدخل مساعدات وحريصة على ده ففكرة القبول الوضع صعب وهي قد تكون فرصة بلينكين في جولته التسعة لأنه الحقيقة أنه الاحتلال الإسرائيلي بيجيد الابتزاز السياسي في الانتخابات بالإضافة إلى أنه فترة الانتخابات فترة ارتباك ألاحظت أنه حتى نتنياهو زادة وابتزة وضغطة على بايدن في وقت الأوقات واتهموا أنه منعنحاز للأعداء أو غيره فهين احنا فرصة إلى أي مدى تكون الفصائل الفلسطينية استنادا لموقف عربي بالمناسبة يعني فيه دعم للفصائل الفلسطينية والقادال الفلسطينية العربي بدون ما ندخل في تصادمات لأنه السوشال ميديا أو كتير من التفاصيل بدل ما بيبدأوا يجمعوا الفصائل أو يجمعوا نفسهم بتبدأ هجمات وانتقادات ومزايدات على بعض الأطراف العربية ترجمة نانسي قنقر